في البداية أود أن نتحدث عن العلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت هي علاقات بلا شك، علاقات متجذرة، علاقات تاريخية راسخة منذ استقلال دولة الكويت وقبل ذلك العلاقات الأردنية الكويتية علاقات راسخة فالأسرة في المملكة الأردنية الهاشمية، الأسرة الهاشمية وأسرة الصباح الكريمة لديهم علاقات متجذرة في هذه المسألة امتدت وتواصلت حتى اليوم بتعزيز هذه العلاقات من الناحية الثقافية من الناحية التعليمية ومن كافة النواحي ولا شك أن المملكة الأردنية الهاشمية والكويت كيان اجتماعي واحد سواء على الصعيد العشائري أو القبلي فالكل يعلم بأن المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من شبه الجزيرة العربية بالإضافة إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية ودول الخليج ومملكة المغرب هي من الدول الملكية في الوطن العربي وهي الثمان دول المعروفة فعلاقاتهم متجذرة علاقات تاريخية ثابتة راسخة بين البلدين امتدت هذه العلاقات حتى أصبحت منارة للتعليم لكافة المتعلمين طلب الكويتين المتواجدين في المملكة الأردنية الهاشمية وبتوصيات من الملك عبد الله بن الحسين حفظه الله تجاه أخوانها الطلب الكويتين بدعم كافة التسهيلات للأخوة الطلبة في المملكة الأردنية الهاشمية ثم ترسخت هذه العلاقات حتى من الجانب الإعلامي الكل يعلم بأن المملكة الأردنية الهاشمية بلد يتمتع بالديمقراطية والحرية وكذلك لديه وزارة إعلام مسؤولة ومن خلال هذه الوزارة سبقت المملكة الأردنية الهاشمية كافة الدول العربية بتطبيق قانون خاص للإعلام الإلكتروني استفادت منها يعني الدول العربية وأول من استفاد من هذا القانون دولة الكويت الحبيبة يعني استنساق هذا القانون ووضع بعض النقاط المهمة في هذا القانون بما يتواكب مع دولة الكويت حتى جاء قانون 8 على 2016 الذي جاء لحفظ وصون الإعلام الكويتي وحفظ حقوق الإعلام الإلكتروني في دولة الكويت ثم جاء بعد ذلك تأسيس اتحاد الإعلام الإلكتروني هذا الاتحاد الذي يعنى بالشؤون الصحفية في دولة الكويت والمشهر من دولة الكويت والرسمي في دولة الكويت فجاء هذا الاتحاد لترسيخ كافة النقاط الأساسية في العلاقات الإعلامية وجاء أيضا لحفظ وصيانة الوسائل الإعلامية الإلكترونية في دولة الكويت اليوم والله الحمد لدينا أكثر من 400 رخصة في الإعلام الإلكتروني في دولة الكويت استفادت من هذا القانون نحن نطمح في الفترة المقبلة إلى تعزيز العلاقات الأردنية الكويتية من الناحية الإعلامية الخاصة في الإعلام الإلكتروني وهذا يعني جل طموحنا في الفترة الحالية لا سيما في اتحاد الإعلام الإلكتروني عقدنا عدة شركات مع بعض الصحف الأردنية عقدنا كذلك عدة شركات مع التطبيقات الخاصة في الإعلام الإلكتروني كتطبيق موجزة تابع لموضوع الذي مقر في المملكة الأردنية الهاشمية قبل أيام نسعى خلال الفترة المقبلة بأيضا أن يكون هناك تعاون صحفي بين الإعلام الإلكتروني الكويتي والإعلام الإلكتروني في المملكة الأردنية الهاشمية من خلال عقد اتفاقيات لتبادل الأخبار من خلال عقد اتفاقيات لتبادل المعلومات الخاصة بالإعلام الإلكتروني سواء على الصعيد الإخباري أو على الصعيد التنويري والتثقيفي بما يخص الإعلام الإلكتروني نتمنى بإذن الله أن تزول هذه الجائحة عما قريب ليكون لنا تعزيز لدور الإعلام الإلكتروني في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت النشاط الرياضي لا شك بأن المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت بينهم نشاط كامل في هذه النقاط كثير من المدربين من المملكة الأردنية الهاشمية يعملون في الأندية الرياضية الكويتية التي تهيئت الشباب الكويتي وصنع جيل واعي جدا للرياضة الكويتية وصنع جيل مهني متخصص في مجال الرياضة لا ننسى كذلك بأن المملكة الأردنية الهاشمية استضافت مجموعة من اللاعبين الكويتيين هناك أيضا على الصعيد اللقاءات ودية بين الفرق الكويتية والفرق في المملكة الأردنية الهاشمية لو نلاحظ في الآونة الأخيرة بأن أكثر اللقاءات الودية لمنتخب الكويت في الآونة الأخيرة تجمع بين إما الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية أو الكويت وفلسطين أو الكويت والعراق فنرى بأن المملكة الأردنية الهاشمية من أكثر الدول التي تخوض المباريات الودية لتهيئة فريق منتخبنا الوطني على الصعيد الرياضي الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية ثقافة راسخة وهي منارة للثقافة العربية الكويت استفادت من هذه الخبرات المملكة الأردنية الهاشمية لديها تنوع ثقافي بالإضافة إلى ذلك لديها مكان وواحة للإعلام والثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية استفادت الكويت بكل تأكيد من خلال إنتاج بعض المسلسلات بالإضافة إلى تعزيز دور الثقافة العربية الكويتية الأردنية بالإضافة إلى ذلك تبادل الخبرات بين المكاتب الخاصة وتبادل الثقافات بما يعني في هذا المجال من خلال المسؤولين في المملكة الأردنية الهاشمية أو المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في دولة الكويت بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية لا ننسى بأن القيادتين الحكيمتين يعني متوجة بالملكة عبد الله بن حسين حفظه الله وكذلك منذ عهد الراحة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله امتدادا إلى عهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح العلاقات علاقات متجذرة العلاقات علاقات أخوية ذات رابط اجتماعي واحد ذات أواصر اجتماعية عشائرية قبلية ولا أخفي عليكم يعني تكات تجد بأن الأسرة المتواجدة في المملكة الأردنية الهاشمية لها امتداد في الكويت وأنا شخصيا لدي صلة قرابة في المملكة الأردنية الهاشمية وتحديدا في مدينة الأزرق وغيرها من المدن يعني وهذا اندل فيدل على بأن الكيان كيان واحد ترجمة نانسي قنقر